هي اللي عمل 14 أزار فعليا هو الرئيس بري مش 14 أزار يعني اللي أسقط حكومة عمر إكرامي واللي شجع 14 أزار هنه اتنين يعني الرئيس بري بمجلس النواب وميشيل سليمان بقيادة الجيش وقته فريق 14 أزار اعتبر انه أنا كمان باخد حصة بكرة بشارك الشيعي بموضوع بموضوع السلطة اللي اللي تركها السوري توهموا يعني صار فيه أوهام عند الكل صار فيه وهم عند بعض الشيعة انه هني قررين يديروا البلد عرفتي كيف وصار فيه وهم عند 14 أزار انه أنا بدي أخد كمان ما تبقى من السلطة السورية بالمشاركة مع الشيعة عملوا الاتفاق الرباعي اتفاق الرباعي شو كان يعني انتقلنا من مرحلة كان فيها الفساد مستحي إلى مرحلة فيها الفساد وقح يعني انت ما فيها أيام غازي كنعان وزير يعمل اللي بيعملوا الوزراء اليوم كان فيك كله رقبته كل صراحة هلاك طبعا اليوم كله بفشت يعني بيطلع لك صحافي بيحكي انه أيام الاحتلال السوري يا ابني ما انت كنت تسأل جميل السيد قبل ما تستضيف حدا ببرنامجك ما كنت حتى السوري ما كان بيرد عليك يعني بيردش عليك تتسأله تسأل بتسأل اللواء جميل كنت يعني مين بجيب على برنامجك هلاك كلكم بتفشته اوكي ما عندي مشكلة بس ما أنا شاهد عليكم كلكم وبعرفكم كلياتكم واحد واحد يعني حلي مناسب فطولوا بالكم علينا شوي تنشخص مشاكلنا عن جد وحاج كل واحد منكم يعني وعد بيجي بيحكي لك السيادة بيقولك شو السيادة انت موظف عندنا طور بالسفارة الامريكية شو السيادة يعني انه السيادة بس ضد الايراني طعب يمشي انا وياك خيه ضد الايراني وضد الامريكي السيادة هيك بيخلق سيادة وطنية انا مش بيجي بيخلق سيادة وطنية اذا انا عبت عامل اذا انا صحبي مع الايراني السيادة ماشي الحال ما في مشكلة بس اذا انت صحبي مع الامريكاني ما في مشكلة يعني بتصير السيادة وجهة نظر فهذا اللي صار من ايكي هاضي رح يدفعوا ثمن هالثلاثين سنين اللي انعملت اللي ما قدروا فيهم اللي ما قدروا فيهم مثل ما قال مثل ما قالت لأمه لابن الأحمر ابكي كالنساء على امارة اللي لم تحافظ عليها كالرجال فقدوا امارتهم عفوا انا ما سمعتك لأنه مفتي الجمهورية عم يوصل على السرية الحكومية عم تقول انه بدءا من التحالف الرباعي 14 ادار وجزء من الشيعة من الطائفة الشيعية نفهم انه الرئيس بري انه حاولوا هن يديروا البلاد يعني حزب الله فات بالتحالف الرباعي وقتها فات بالتحالف الرباعي وقتها خوفها قال لي يا السيد بدي أعطيهم المجلس قال لي إذا ما أعطيتهم المجلس ورح يطلعوا يقولوا انه السيارة تفخخ بالضاحة الجنوبية وهلق نفس الخبرية صارت يعني هلق مثلا نفسه بلشنا بشي نحنا نحنا اليوم جوزيفين إذا بدنا نحكي كيف بلشت الأزمة بلبنان حطيت التواريخ والنقاط لعنه قلت ممكن انسأل السؤال نحنا كيف بلشت الأزمة بلبنان نحنا ماشي الحال نحنا بـ 2017 لـ 2019 بثلاث سنين عنا استيراد 65 مليار دولار عم في بلد يا زلمي أربع عمليين بيستورد 65 مليار دولار يعني ردون إذا عبي يكون وعد 24 ساعة بلحقش يكون 65 مليار دولار بثلاث سنين شو هالبلدين ما بعرف أنا يعني كيف ما بعرف يعني مهم شو بلشت الأزمة 2017 بداية الأزمة نحنا ضربة الأساسية بك تسألي هون رياض سلامي قد داش خسر لبنان دولارات بها اعتقال الحريري بالسعودية وسلسلة الرتب والرواتي هاوضي كانوا ضربتين أساسيتين رغم أن السلسلة هي حق للموظفين هذا اللي بدنا نقوله والاختصارة هي السبب للأزمة ولكن تثبيت سعر الدولار بكلفك بشبه ليش بتسبتي اليوم بس يصير الموظف معيشه ستة ملايين ليرة أو الظابط اليوم المتقاعي سبعة ملايين ليرة خمس تلاف دولار خمس تلاف دولار بنزل بجيبهم من السوق أو بشريهم من أموال المدعين وبسافر فيهم عرفت اليوم الظابط اللي بياخد سبعمائة ألف دولار تعويض تقاعد مش تعويض يعني تقاعد ويقبض معاشو تب سبعمائة ألف دولار منا لعبي تحكي أنت صار في ألفين وسباطاش بلشنا ننزل مع اعتقال الحريري مع السلسلة إجا ألفين وثمنتاش السادر السادر إذا بتذكري صاروا يرقدوا الوزرات يشوفوا شو بدون يقدموا مع السادر إنه في 11 مليار وين بنعبيهم صاروا اختراعات جزء مننا مطلوب مشاريع نقولوا نعبي لـ 11 مليار ما طلب؟ إصلاحات هذه الطبقة السياسية لا تعمل إصلاحات ما قبل تعمل إصلاحات الطبقة السياسية أكلنا الضربة الثانية إجت الصورة 2019 الصورة 2019 كانت نتيجة تراكم نتيجة حق الناس بالانتفاض نتيجة حق الناس بالثورة على هذه الطبقة السياسية الفاسدة ولكن هون في ثوار شرفاء وأساسيين بالثورة أكيد وفي ناس ركبوا على الثورة ولكن في ثوار شرفاء وفي ناس حتى بعدهم لليوم بمثلوا روحوا الثورة أنا رأيي ناس شرفة ما فيك تقولي عنهم غير هايك جينا بالـ 2020 ما دفعنا الدين هون النكب الكبيري نظرية حكومة حسان ديب ما بعرف إذا كان معه حق أو معه وش حق بس أنه كان لازم تتزمن مع خطة اقتصادية وخطوات لاحقة ما عاد حدا يدينيك وما عاد يفتلك مصاري فإجا انفجار بيروت إجت كوفيد ناينتين بالأول إجا الانفجار ما بقي نكبة ما إجتك وصلنا لهون طيب شو بيطلع لك واحد اليوم بيقول إنه لو ما الحزب ليش الحزب ما كان عيام رفيق الحريري السلاح ما كان عيام رفيق الحريري السلاح ما كان بالـ 2005 بس عملتوا تحالف مع السلاح أنتوا بموافقة القوى الإقليمية دعمتكن طيب بس اليوم الوضع الإقليمي تغير نعم وضع قليمي صدر فيه أوامر تصدر ما فيه وضع محب